في يوم تعتبره إسرائيل عيد استقلالها يتذكر الفلسطينيون نكبتهم يتذكرون يوم اقتلعوا من أراضيهم وشردوا منها يوم هبطت بيوتهم ومسحت قراهم عن بكرة أبيها وطمصت آثارها ومعالمها يتذكرون يوم تقطعت أوصالهم في مخيمات الشتات والمهجر لكن رغم مرور 73 عاماً على النكبة إلا أن مراهنة قادة الحركة الصهيونية على وعي الأجيال القادمة بنسيان ماضيهم ونكبتهم كان خاسراً حيث دائب الآباء والأجداد على نقل الرواية التاريخية إلى الأبناء والأحفاد وهاهم اليوم يخرجون إلى قراهم المهجرة لأحياء حلم عودتهم إليها من جديد وتجديد العهد مع الوطن والثوابت التي لم ولن يتنازل عنها مهما مر من سنين وعقود ومع الذاكرة التي تأبى أن تنسى أو أن تغفر لمن نفذ أكبر عملية تطهير عرقي بحق شعب أعزل أنتم مع بانوراما أهلاً بكم شارك عدد من الأهالي بمسيرات ولقاءات وفعليات في كرة مهجرة بينها الدامون وحطين ومعلول وأم الزينات وصفوري والبصة واللجون وقاموا بزيارات ونشاطات عدة ورفعوا العلم الفلسطيني وسط إسماع النشيد الوطني الفلسطيني مؤكدين أن يوم استقلالهم هو يوم نكبتنا ومع تنظيم مسيرة العودة السنوية رقمياً وعبر شبكات التواصل الاجتماعي شاركت جموع كبير من المهجرين ونشطاء الوطنيين والسياسيين في عدد من المسيرات المحلية واللقاءات في عدد من القرى المهجرة ومنها قرية الدامون وحطين المهجرتين وتلبية لدعوة لجنة أهالي حطين وناشطات وناشطون من أجل العودة في ذكرى النكبة الثالثة والسبعين شارك عدد من مهجري حطين والعديد من الناشطين السياسيين في لقاء على أرض حطين وأحيت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين مسيرة العودة الرابعة والعشرين رقمياً بمشاركة عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية حالة الظروف هذا العام دون إقامة مسيرة العودة الرابعة والعشرين بشكلها المعهود مما اضطر جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين إلى إقامتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبطريقة رقمية إلا أن ذلك لم يثني آلاف المهجرين على امتداد البلاد من زيارة كراهم التي هجروا منها لتعزيز الذاكرة الجماعية وتأكيداً على حقهم ومطلبهم العادل والذي كفلته كافة المواثيق الدولية بالعودة إليها لا عودة عن حق العودة يستعيد الشعب الفلسطيني ذكر نكبته في كل عام ليشارك مهجر الداخل إلى جانب نشطاء سياسيين ووطنيين في مسيرات للتأكيد على حق العودة والتمسك بأراضيهم مهما طال الزمن واختلفت الظروف شارك شاهد عيان على النكبة في حطين في رفع شعارات العودة وضمن فقرات ثقافية وفنية إن شاء الله برجعوا ويستدوه إن شاء الله برجعوا ويستدوه يا رب على أواة بطلب من ربي العالمين ما يموتنيش أخرب أخرب أربع خمسة أربع خمسة سنين بس تلني بالك شفت فلسطين بحررها بالك شفت فلسطين تتحرر وانا طيبة يا ربي يا حبيبي يا الله اسمع كلامي طبعا كل أرضي بعرفها وكل بس يا للأسف ما قدر شفت لها أرضي بعرفها وداري بعوين كانت دارنا بعرفها والشوارع كلها بعرفها بس الأيام انقلبت وراحت علينا نعم وشتاق الأرضك؟ كدير يا ريت يا ريت حلم هذا يا عم حلم نتمنى يوم من الأيام إنه نرجع على هالبلاد كانت بلاد حطين بلد حجرات بلد حي فيها مي فيها يضاك الوقت فيها بستين حضرة فواكه كل الناس عندها ويأخذوا البستين الحضرة والفواكه تماما واردوها على الحسبة في طبارية طبارية كان فيها حسبة طبارية تبعد عن حطين تسعة كيلومتر يعني كانوا الناس كل يوم ينزلوا على طبارية رواة طبارية يبيعوا خضريات وفواكه اللي عندهم ويرجعوا على حطين تستعيد حطين اليوم مشهد الحياة فيها من جديد بعد أن تم تهجير أهلها ليتم تعليق صور المهجرين من حطين عام 48 في مبادرة دعا لها أهالي القرية تأكيدا على حق العودة في اليوم الذي تحتفل فيه إسرائيل بما يسمى باستقلالها النكبة بالنسبة لشعبنا الفلسطيني ليست حدث الماضي وحسب وإنما هي أسئلة المستقبل المفتوحة على مصاريها النكبة هو سؤال الدولة الفلسطينية النكبة هو سؤال حقوق الشعب الفلسطيني حقوق اللاجئين حقوق المهاجرين النكبة هو سؤال المسواة هو سؤال الاعتراف بنا الاعتراف بتاريخنا بجذورنا بروايتنا المسواة القومية العميقة النكبة هي أسئلة المستقبل المفتوعة على مصاريها وواجبنا نحن بهذا النضال بهذه الأجيال الناشئة أن نعطي الجواب العادل لهذه الأسئلة لنحيي ذكرى يوم الأرض وكثير أطفال اللي ماتوا والنساء والرجال وإحنا كل سنة بنيجي لهون عشان نحيي ذكراهن وإحنا مستمرين ومن ناضل أن هذا الوطن ووطننا ونتخلاش عنه هذا موعد سنوي دائما هون أهالي حطين بيكونوا بهاي البقعة بيكونوا عملين يعملوا فطور يعملوا قهوة في يوم استقلالهم يوم عوداتنا فهو كان يوم عائلي لعودة لكل أهالي حطين إحنا حولناه بسبب أنه السنة كان في ظروف شوي صعبة أنه يكون في مسير كبير أنه تعالوا حطين تحت ضنكو أهالي حطين موجودين البلد موجودة وبتسعى الكل ما زالت إسرائيل تسعى في مصادرات أراضي الفلسطينيين أو سلب حقوقهم لتزداد هذه الوحشية يوما بعد يوم ويروي كبار السن الذين هجروا من حطين قصصهم وعيونهم حين كانت شاهدة على العذاب والمعاناة والتي دفع ثمانها الفلسطينيين من دمائهم وحياتهم ليكون حق العودة حلما لا تنازل عنه وحول مسيرة العودة وفعاليات إحياء ذكر النكبة ينضم إلينا هنا في الأستوديو المهندس سليمان فحمامي هو مهجر من أم الزينات وعضو هيئة الإدارة في جمعية المهجرين أهلا بك سيد سليمان معنا أولا ما تعليقك على هذه المشاهد التي رأيناها من قرية حطين يعني قرية حطين وكل القرى الفلسطينية مشاهد تثلج الصدر وهذا ما كنا نتوقعه من أهلنا المهجرين في قراهم أن يعودوا إلى قراهم وأن يتعرفوا على القرى وأن يزوروا القراهم التي دمرت وهجرت عام 48 يعني هذا عمل كبير وأيضا أقول بكل اعتزاز هذا كان برنامج جمعية الدفاع عن حق المهجرين أن نرسخ الذاكرة أن نرسخ الوعي أن نعطي لأطفالنا وأشبالنا الصغار أن نحملهم الرأية والرسالة أن لكم أرض ولكم بيت ولكم قرية هجلتم منها وهذا اليوم نؤكد على حق العودة في زيارتنا للكرى وكما شاهدنا حطين اليوم هي مثال من عدة أمثلة للكرى قامت في مسيرات عودة داخل القرية وزيارة القرية مع أهلها وأيضا مع ضيوف من خارج القرية نعم أنتم في جمعية المهجرين كل عام اعتدتم أن تدعوا الجمهير العربية للقدوم إلى إحدى القرى المهجرة وإقامة مسيرة العودة على أرض إحدى القرى هذه السنة حالت أظروف دون إقامة مسيرة يعني على أرض الواقع وإنما بشكل رقمي ولكن كان هناك إضافة نوعية لربما لإقامة المسيرة بشكل يعني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل رقمي حدثنا عن هذه الإضافة نعم يعني هذه السنة الثانية نقيم المسيرة الرقمية الأسباب والأوضاع وجائحة الكورونا وكل ما يتعلق في ذلك ومن منطلق يعني نقولها وبكل صراحة من منطلق الحفاظ على صحة أهلنا وأولادنا وأطفالنا وأيضا الظروف الصعبة والتوقيت كان التوقيت صعب يعني مدة عشرين يوم تحضر لمسيرة صعب جدا ولكن المسيرة الرقمية أو المنصة الزوم التي أوتيحت لنا هذا العام وبتخطيط خططنا الهدف منها أيضا هو إعطاء المجال لأهلنا بالشتات في لبنان في سوريا في النرويج في كل مكان أن نتواصل مع بعض أن نلتحم مع بعض أن نلتحم حتى لو بالصورة أو الصوت يعني اللي نؤكد والترابط وعملية الترابط والتواصل هي تكوي وتثبت المطالبة بحق العودي أيضا مهم جدا تكوية العلاقات مع لاجئي المهجر لاجئي حطين مع حطين هنا بالداخل لاجئي لوبيا مع لوبيا هنا بالداخل لاجئي السندياني كما أيضا خضر أخ من السندياني ومن عكا كل هؤلاء اللاجئين يعني اليوم هم فرحين جدا وأنا استقبلت عدة مكالبات تليفونية ياريت لو كل سنة تعملون لنا إشي من هالنوع خلينا نسمعكم ونسمع صوتكم ونسمعكم أوجاعنا وألامنا نعم وأنا أود أن أتحدث عن هذا الدور بالتحديد دورنا نحن كعرب فلسطينيين في الداخل يعني إذننا لربما حلقة الوصل الوحيدة بيننا وبين اللاجئين في الشتات ما هو دور العرب الفلسطينيين في الداخل في نقل لربما صورة القرى المهجرة لمن لا يستطيع القدوم إليها وزيارتها يعني نحن نقول أتيحت لنا الفرصة أن نبكى هنا على الأرض وفرصة ثمينة وهذه الفرصة يجب أن نستغلها ونكرسها لصالح قضية حق العودة أن نعطي الأمل الكبير لأهلنا بالخارج نحن هنا باكون نحن هنا نعمل من أجل حق العودة ونحافظ على الهوية والانتماء والرايا الفلسطينية ونؤكد هذا يعني بزيارتنا للكرى والمسيرات وكل الأنشطة التي تتمحور في قضية العودة هذا يعطي أهلنا في الشتات في كل مكان الأمل الكبير يعني أنا أذكر مقولة للمرحوم ياسر عرفات حيث قال يوما أنتم أضوء في نهاية النفق أنتم أضوء الذي يضيء حق العودة وعودة اللاجئين والمهجرين فحافظوا على هذه الشعلة وعلى هذا الضوء لكي نعود إن شاء الله كلنا إلى هذا الوطن فواجبنا إحنا وظيفتنا كمهجرين في الداخل وأيضا كعرب فلسطينيين هنا في الداخل أن لا نتنازل عن حق العودة أن يطرح هذا الحق على كل منصة على كل محفل إن كان سياسي أو اجتماعي اليوم سيد سليمان بعد 73 عاما على النكبة كيف ترى الوعي لدى الأجيال الصاعدة يعني كان هناك مراهنة من قبل إقادة الحركة الصهيونية بأن الكبار يموتون والصغار ينسون اليوم بعد أن رأيت هذا التجاوب وأنتم يعني بعد أن رأيتم التجاوب مع مسيرات العودة على المتتالية كيف ترون درجة الوعي لدى أجيال الصاعد تعود بالذاكرة لسنوات الستين في المطالبة في حق العودة وكانوا الأهل يقولوا ما راحت القضية والأرض راحت وأخذوها اليهود وأنا كل الأمور هي كلها ولكن أتينا نحن الجيل الثاني وجمعية المهجرين لنرسخ قضية الوعي لنرسخ قضية حق العودة في تربية وتثقيف الأجيال الصاعدة نحن يعني 24 عام أنشأنا جيل 24 24 سنة مسيرات العودة وأقولها وبكل اعتزاز مسيريات العودة 90% منها شبيبة وشابات أطفال رجال يعني أطفال صغار السن يعني ترعرعوا وتربوا وشربوا من منابع العودة وحق العودة فهذا إنجاز كبير يعني وهذا يعني هذه الرسالة هذه الرسالة يعني اللي كمنا فيها نعتز ونفتخر فيها ونريد أن نستمر في من جيل إلى جيل حمل الراية في التوعية والتثقيف وأقول هنا عملية التوعية والتثقيف مهمة جدا المسيرة مهمة ولكن التوعية كيف تسير بالمسيرة وما الهدف من وراء المسيرة وأن تستمر في المسيرة حتى إحقاق حق العودة لربما هذا أيضا الدور الملقى علينا نحن كمجتمع وعلى الأهل وأيضا على قادة هذا المجتمع إذا أن هذه الرواية التاريخية مغيبة عن المناهج التدريسية في المدارس أود أن أسأل أيضا عن دوركم أنتم في جمعية المهجرين لربما الحمل مضاعف عليكم يعني كونكم تحملون يعني المسئولية في نقل هذه المعلومات وهذه المعرفة عن 530 لو ربما أكثر من قرية مهجرة وأيضا المدن الفلسطينية ما هو دوركم أنتم في جمعية المهجرين يعني أنت قلت حمل هو حمل ثكيل حمل ثكيل بس حمل خفيف بسبب العودة خفيف من أجل العودة يعني دورنا إحنا كجمعية كما قلت لك منذ نشوءة وتأسيسها كان هدفنا في البداية عمليات التوعية يعني ونجحنا والحمد لله في عمليات التوعية وترسيخ هذا الموضوع على المستوى المحلي الفلسطيني بين جماهيرنا العربية الفلسطينية على المستوى السياسي كل الأحزاب السياسية تبنت هذه القضية على مستوى لجنة المتابعة أيضا تبنت هذه القضية أيضا على مستوى المجتمع الإسرائيلي اليهودي المجتمع الإسرائيلي اليهودي اليوم يعرف أنه هناك كرة دمرت وهناك مهجرين وأقول لكم بكل اعتزاز كانت أيام الاستقلال يخرجون للاحتفال بالمشاوة في كرانا المهجرة اليوم لا يخرج أي إنسان يهودي على الأراضي فقط الفلسطينيين يزورون الكران لأنها كانت نقلة نوعية في عملية التعريف أيضا قضية الرواية الصحيونية أن أرض بلا شعب شعب بلا أرض أثبتناها على أرض الواقع أن هذه الأرض لها أصحاب وأصحاب حق صحيح لضيق الوقت أن أسألك سؤال الأخير على الصعيد الشخصي أنت مهجر من قرية أم الزينات يعني ماذا تشعر عندما تزور قريتك ويعني هل ما زال لديك الأمل هل ما زلت متشبث بالأمل بالعودة إلى قرية أم الزينات أولا أنا أشعر بالفرح أنه زورت قريتي لسه قريب منها قريب من طرابها قريب من زيتونها قريب من بئر الماي قريب من المكبرة قريب من المدرسة وأشعر بالحزن في عدم إعطاء العودة والسكن والعودة إليها كمواقفة في هذه القرية وأيضا لدي أمل وشعور كبير بأنني سأعود إن لم عدت أنا أبنائي مش أبنائي أحفادي مش أحفادي 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 سيعودون إن شاء الله إلى أم الزينات وكل الكرة الفلسطينية التي دمرت عام 48 إن شاء الله نأمل عودة قريبة بالفعل لجميع المهجرين لك لقرية أم الزينات ولجميع أيضا المهجرين ولمن موجودون أيضا في الشتات أن يعودوا ويزوروا قراهم يعني من هنا نحن من هذه المنصة نحيي أهلنا في الشتات في المخيمات الفلسطينية في لبنان في سوريا أن تثبتوا بحق العودة ونحن الضوء في نهاية النفق هنا ننتظركم دون أدنى شك سليمان فحماوي مهجر من قرية أم الزينات وعضو الهيئة الإدارية لجمعية المهجرين شكرا جزيلا لك بالإضافة إلى حطين تمت الدعوة إلى عدة نشاطات وفعليات في العديد من القرى المهجرة ومن ضمنها جولة في قرية اللجون المهجرة التي دعا إليها الحراك الفحموي الموحد فلنتابع الكبار لم ينسوا والصغار عادوا إلى قرية اللجون التي هجرت عام 1948 نحن جاينا اليوم بناء على دعوة الحراك الفحموي الموحد جاينا عشان نعطي أولادنا رسالة إنه إحنا بتمسكين بالعودة وعشان الأجياء القادمة إن شاء الله يكون إنا عودة على هذه الأراضة ملك ويوسف هم أبناء الجيل الثالث للنكبة التي هجرت فيها أكثر من خمسمائة قرية فلسطينية الجيل الثالث الذي لم ينسى أرضه وحقه في أرض اللجون عادت ملك إلى بيت جدها الذي هجر منه والدها عندما كان بعمر الأربع سنوات توليث القضية والكصة لأبنائنا وبرضو أنهم يشوفوا المنطقة اللي عاشوا فيها أجدادهم عرض الواقع مش بس أنه نخرفهم كصص لازم برضو يجوا ويشوفوا كيف كانوا عايشين أجدادهم ويشوفوا المنطقة إبراهيم محاجني وهو بعمر السابعة والسبعين الآن لم يحضر اليوم لكن حفيداته حضرنا هنا في كل عام يعود مهجر القرية إليها ويعود أيضا أحفادهم يعرف هؤلاء الشباب معالم القرية المهدمة فللمكان رواية يجب أن تحكى أحسن طريقة أن نخرفهم كصة زي ما صارت هم مش بجيلة صغيرة بتوقع بجيلة بغضرية فهم شو اللي صار بالعكس نحن نقول لازم نخرفهم كصة بالضبط زي ما صارت عشان نظلم تمسكين أكثر ويعرفوا شو اللي صار لا تستبعد ملك أن حلم العودة يمكن أن يتحقق وتعود يوما إلى هنا ولهذا تربي بناتها الثلاث أن هذه الأرض لنا أنا جاي ببنات اليوم هي مش أول مرة على قرية اللجان عشان أكيد إحنا متمسكين بالعودة متمسكين بالعودة لأراضينا وعشان أولادنا ما ينسوا ويرجعوا لأراضيهم إن شاء الله تستخلص الحكمة من هذا المشهد أنه لا يمكن للتاريخ ولا للزمن أن يمحو ذاكرة فتية بأبنائها مثل هذه أما الآن فينضم إلينا لبروفيسور مصطفى كبه رئيس دائرة الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مركز بيت الذاكرة والتراث في الناصرة مساء الخير بروفيسور مصطفى وأهلا بك معنا في بانوراما مساء الخير أهلا بكم يعني هذا المشهد للمئات أو لربما الألاف من المهجرين وغير المهجرين من أبناء المجتمع العربي يزورون القرى المهجرة ويتواجدون على أرضها اليوم الذي تسميه إسرائيل عيد استقلالها إلى ماذا يرمز هذا المشهد؟ أولا هذه مبادرات مباركة حبة ذا لو كانت قد توجت بمسيرة حاشدة كما كان الحال في السنوات السابقة أعتقد أنه كان هناك إمكانية لأن تكون مسيرة كهذه وفي هذا الظرف بالذات مسيرة حاشدة موحدة يمكن أن ترمز للتمسك بالأرض والتمسك أيضا بالوحدة التي نفتقدها الآن ليس سرا والمظاهر الوحدوية هذه المسيرات يمكن أن توحد وأن تؤكد على القواسم المشتركة التي يجب تغليبها والتي ليست بحاجة لشرح فهي واضحة وهي راسخة ويجب العمل على ترسيخها أكثر ليس فقط مرة في السنة وليس فقط من خلال التقوص التي تقام في هذا اليوم بالذات ولكن من خلال عمل تثقفي عميق يمكن أن يكون بديلا عن ذلك التغيير لقضية التهجير وقضية القرى المهجرة وقضية جغرافية فلسطين وتاريخ فلسطين من المناهج الدراسية نعم هل باستطاعتنا الإدعاء أو القول بعد مرور 73 عاما على النكبة بأننا نعرف كل التفاصيل حول ما حدث أم ما زلنا بعيدين عن هذه النقطة يعني من المبالغة القول بأننا نعرف كل ما حدث نحن بحاجة إلى بناء قصة سردية كاملة ومتكاملة وهي لم تبنى بعد بكاملها لأن لكل مكان قصة ولكل يعني ضررة تراب وقطعة أرض قصة يجب الجمع بين هذه القصص وتوليفها في قصة سردية كاملة ومتكاملة للأسف الشديد نشهد الكثير من محاولات غير جادة عابثة يمكن أن تؤثر وتشوه هذه الذاكرة يعني لا يكفي فقط التغني بضرورة الحفاظ على الذاكرة وترسيقها وتقويتها وإنما يجب العمل على أن يكون عمل صياغة الذاكرة عملاً مهنياً يرتقي إلى عمق هذا الحدث المهول ويرتقي إلى عمق الحلم وقضية أطأ الإصرار والتأكيد على حق العودة لكل من هجر من بيته ومن قريته نعم بروفصور مصطفى هل ما زلنا نعيش تبعات النكبة أو نعيش لربما نكبات متتالية هناك من يقول فلنكف عن الحديث عن الماضي ودعنا ننظر إلى المستقبل وأيضاً نسمع بعض هذه الأصوات داخل مجتمعنا ولكن ما أهمية معرفة ما حصل في النكبة ومعرفة ماضينا وتاريخنا لكي ننظر إلى المستقبل لا يمكن أن نفهم النكبة إلا من خلال معرفتنا الكاملة لكافة تفاصيل ما حصل هذه أولاً ثانياً لا يستطيع الإنسان أن يعيش بمعزنين عن ماضيه ويجب أن يكون هذا الماضي واضحاً للأجهات القادمة وكي يتم استقاء العبر وتعلم الدروس المستفادة هذا لا يمنع من أن نواجه تحديات الحاضر ونخطط للمستقبل بشكل لا نمكن فيه التكرار هذا الحدث كما كان هذا هو المهم النكبة ارتداداتها وارتجاجاتها ما زالت مستمرة عمليات التهجير لم تتوقف كانت هناك قرى قد هجرت في 2007 و2015 نرى قرى تهدم المرة والأخرى في النقب محاولات المصادرة مستمرة التفكير بزيادة الأرض التي يتم تواجد العرب عليها ومصادرتها هو تفكير استراتيجي يتم العمل عليه بشكل داؤوب ودائم ويجب مجابهته فهذه الأمور يعني لا يجب أن لا تقتنس وتقتص من قضية ضرورة معرفة الماضي وضرورة العمل على استقرائه واستحضاره ومعرفة كافة تفاصيله بمهنية ودقة وعلمية نعم ولنتحدث عن الوعي لدى الأجيال الصاعدة ربما إذ يعني راهنا قادت الحركة الصهيونية على ذاكرة الشعب الفلسطيني وهناك المقولة الشهيرة لجولدا مئير الكبار يموتون والصغار ينسون إذا نظرنا إلى المشهد السياسي العام والمجتمع العربي بشكل خاص وبقراءة لربما لنتائج الانتخابات الإسرائيلية هل تخشى من أن شرائح في مجتمعنا بدأت تنسى ماضيها وتتنكر لهويتها؟ لا يعني قضية الرابع لا أعتقد بأنه نحن نعيش حالة من التشرب حالة صعبة في كافة أماكن تواجهة الشعب الفلسطيني ويجب أن نقول ذلك القضية الثانية قضية الحفاظ على الذاكر لا تنتظر الانتخابات الإسرائيلية كي تثبت بأن هناك عملية تراجع مستمرة في معرفة التفاصيل والاقتراب من الثوابت والاحتفاظ بها وأصلا يعني تعريف الثوابت أيضا نحن بحاجة إلى تعريفها مجددا والتأكيد عليها وتثبيتها الاجتهادات هنا هذه أمور غير قابلة للاجتهادات هناك اجتهادات فيها فذلك وفيها يعني عملية تحايل على الواقع الأمور شاخصة منتصبة ليست بحاجة إلى اجتهادات هناك شعب كان يعيش آمنا مطمئنا في بلده وبالتلية هذا الابتلاء عمليات التهجير لم تكن فقط ولم تبدأ فقط عام 48 وإنما بدأت من نهايات القرن التاسع عشر هناك قرى هجرت قبل أن تنتهي المياه التاسع عشر هذا يجب أن نؤكد عليه وعشرات القرى هجرت قبل عام 48 وكذلك الأمر بعد 48 فلهذا السبب النقطة النكبة هي نقطة هائلة مهولة جرى قبلها تهجير وجرى بعدها تهجير وقضية الصراع على الأرض بدأت من الربع الأخير من القرن التاسع عشر ومازالت مستمرة حتى يومي لها نعم يعني سؤال أخير ما هي التحديات التي تواجهنا كجمهير عربية على صعيد حفظ الرواية التاريخية ونقلها للأجيال الصعدة في ظل مناهج تدريسية يتم تغييب هذه الرواية منها كليا يعني كيف يمكن التغلب على هذه التحديات التحديات بدأت وقلت يمكن التغلب عليها من خلال تأكيد المشترك واحترام المختلف عليه وقضية صياغة سردية واحدة ليست سرديات فئوية ولا فصائلية ولا حزبية والأهم من ذلك كله تهيئت كوادر من مصممين ذاكرة مهنيين يستطيعون أن يتحملوا هذا العبط ليس من المفروض أن يقوم بهذا العبط أناس غير مهنيين ومن فقط يروق لهم ذلك وإنما هذا بحاجة إلى تأهيل كوادر تستطيع أن تحمل هذا العبط وتنهض به وتصوغ رواية سردية قصة سردية واحدة متفق عليها يمكن التعاطف معها ويمكن أن يشعر قل فلسطيني بالانتمالة نعم بروفيسور مصطفى كبهة رئيس دائرة الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مركز بيت الذاكرة والتراث في الناصرة شكرا جزيلا لك وبهذا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام جولتنا البانورامية التي خصصناها لتغطية مسيرة العودة الرابعة والعشرين في اليوم الذي يعتبره إسرائيل يوم استقلالها وتحت عنوان يوم استقلالهم يوم نكبتنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة